الحالة الثالثة لوصال طفلة شلة سرطان الرأس حركتها وأفقدها البصر ومنعها من مزاولة دراستها فرغم إمكانية العلاج إلا أن قلة الإمكانيات حالت دون تحقيق حلم العلاج تابعوا هي وصال أعراب صاحبة الثلاثة عشر رابعاً ابنة مدينة مروانة بولاية باتنة طفلة نشيطة متفوقة في دراستها قبل أن يحدث لها ما لم يكن في الحسبان متائج التحليل والكشفات تؤكد أنها مصابة بسرطان في الرأس وشيئاً فشيئاً بدأت حالتها الصحية تتدهور حتى فقدت البصر نهائياً أنا أني حابة منكم جميع المحسنين أن يتفضلوا ويعونوا أختي ويصال وهي كل يوم تضيع عندها خمس شهر والتي لا تشوف وقعدها في البلاسة كانت تقرى عادي في فصل الأول سنة أولى متوسط كانت تقرى عادي عندها عامين وهي مريضة أنا قلت لا أرى عندي عامين وأنا مريضة اللي بغى عاوني عاوني بغى تنديل العملية بشنولي كي مصحاباتي نلعب أنا كيفي كي البنات وعلا مدرتيش العملية ما كانش المبلغ المبلغ كبير وش حال؟ سبعمائة مليون وين؟ في الترك تقارير طبية تشير إلى إمكانية شفاء هذه البرعمة بعملية جراحية خارج الوطن لكن عوز العائلة المتكونة من ثمان أفراد على رأسها والد بطال حالة دون تحقيق حلم عودة بصر وصال التي اشتاقت لرؤية والدتها واشتاقت للعودة إلى المدرسة انقطعت عنها بتاريخ 27 جنزيل منصرم منذ بداية إصابتها بالعامة والأمل اليوم معلق على الله ثم على المسؤولين والمحسنين معاً هاكم تشوفوا في وضعية بنتي يعاوني المحسنين على وجه ربي يعاوني في بنتي يا تبون يا وزير الصحة يا داخل الوطن يا خارج الوطن شوفوا حالة بنتي والريحة تتعب والعملية تحارة قالوا ناجحة عاونوني في وجه ربي عاوني قدامكم وتشوفوا في حالتها يا وزير الصحة يا تبون عاونوني والله كيات ما تشوفش توحش تشوفني رايح توحش تشوفني قد داود قول لي ما بولات ما تشوفش تقول لي ما بغيت نشوفك رايح بس القراية في النص انا يتوحشت مدرسة اتوحشت القراية شجاعة طفلة في عمر الظهور تقاوم مرض السرطان القاتل بخفة روح وضحك لا يتوقف الا عندما يشد بها الالم في تصرف انعكس ايجابيا على جميع افراد العائلة الذين يتعاملون مع مرض وصال بكل ثقة وعزيمة واصرار على اتخاذ جميع اسباب العلاج ومن هذه الاسباب نداء المحسنين عبر قناة النهار ديرنا كبنتك ديرنا كما بغيت عاون لوجه ربي ووزير الصحة والمحسنين ربي خليكم مشاهدين هذه الحالات بحاجة الى الدعم ومدية العونة فهل من مجيب؟